تيد مونستر الان يا سلام والله مجنون يا جماعة شوف كيف قلبها في سايل تيد مونستر شنين ثانية متبقية يحاول يجيب الكمباك في اقرب وقت يا ساتر ترك يا مجنون هدف ولا بالخيال هدف لبري ست يا الله عليك يا واش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا جماعة الخير بمقطع جديد طبعا مقطع اليوم عبارة عن شو ماتش او مباراة استعراضية بين اثنين من افضل لعبين الون في ون بالعالم ايه نعم بالعالم ترك والديد مونستر ما راح اطول عليكم بالمقدمة بس حبيت اوضح لكم انه المباراة كانت من خلال بث مباشر في قناتي بتويتش اعذروني اذا مثلا قاعد اتكلم مع الشات المباشر ان شاء الله المقطع يجبكم ويعطيكم العافية على دعمكم على المقطع اللي راحق الفريستايل لا تنسون تحطون لايك اذا عجبكم المقطع وسبسكرايب اذا ما انتم مشترك في القناة واستمتع يا قلبي ونشوفك ان شاء الله مقطع الجايب موسيقى اوضح لك اوضح لك ورحيط ساتر طيب اياكم الله كلكم منورين يا مرحبا تونا اول غيم في البست او 7 اوكي او اللي توا يدخل معنا هذا ترك ضد ديد مونستر لاعب من السعودية ضد لاعب ايطالي رانك اس كلهم من افضل اللعبين بالعالم في الوين في وين يعني مو باي شي فعند الاسمين جدا جدا قوية وصراحة حماس جدا جدا قوي الاسمين هذه ما ندري اشي نتوقع منهم صراحة خصوصا بالوين في وين يعني مثل ما تعرفون الوين في وين في روكت ليغ خصوصا يعني ما تقدر تتوقع ابدا ما تقدر توقع ممكن الخصم يقلبها في اي لحظة حتى في اخر ثانية بعد فبنشوف حماس مو بطبيعي صراحة ديد مونستر حاليا قاعد يعاني مع هجمات ترك اللي من بداية القيم كذا من اول عشر ثواني يجيب هدف كيكوف والان ديد مونستر رد سريع فلك جميل منه عشان يجيب هدف التعادل يا سلام يا سلام خلنشوف يعاني الويف داش يا سلام والله فلك جميل صراحة بداية قوية صراحة القيم الاول بين هالطرفين ديد مونستر وترك 511 ترك والله يا انه طار شوي بعيد من ديد مونستر فاعطاه فرصة ومساحة كبيرة الان ديد مونستر عنده مساحة وش ممكن يسوي حاول يسوي فلك لكن ترك يقراها يحاول يجيب الحين من الجدار لكن ما قدر يقراها من ديد ديد الان مع الكورة والاستحواذ يا سلام نايس ياخذ البوستر بالزاوية ضغط مستمر من منستر حاليا نايس بلوك معفل بوست ترك زيرو حاليا ياخذ البوستر بالنصف يعطي مساحة شويتين للمونستر سوي فيك ترنج ممكن مونستر الان يحاول يضغط على ترك يا سلام من الزاوية هدف هذي غالبا يا سلام يا سلام ديد مونستر يبدأ بداية قوية صراحة ما توقعتها البداية مننا ما شاء الله عليه هدفين مقبل هدف في اول جيم في البست اوف سيفن بلوك جميل من ترك ياخذ البوستر في النصف يترك مساحة الترك طبعا الفائز في الشو مات راح ياخذ خمس سبعين دولار واللي ما راح يفوز اللي ما يحالف الحظة والخسران راح ياخذ خمس سبعين دولار يعني بشكل مختصر اثنين هم راح يفوزون لكن ديد مونستر واضح يبغى الفوز النفسه واضح يبيل خمس سبعين دولار نايس فليك منه ويكملها بعد اسرع من ترك حاول يقراها لكن مونستر كان الاسرع دقيقتين 29 ثانية متبقي الان ترك حاول لكن ما توفق فيها الان يحاول مرة ثانية يبغى يضغط ديد مونستر يا سلام نايس لكن ما معبوس يكمل فديد مونستر الان بياخذ الاستحواذ على الكورة والكورة والبوست وكل حاجة يا اخي مجنون والله هذا اللعب الايطالي يا سلام سلم ما شاء الله عليه متفلت على ولدنا اربع هداف مقابل هدف دقيقتين متبقية وديد مونستر نتقدم اربع هداف مقابل هدف دقيقة خمسة خمسين الوقت يمر والاستحواذ عند ديد مونستر يا سلام الهوك شوت منا مو بطبيعية طبعا ديد مونستر لاعب له اسمه انتوا يمكن اغلبكم يعني تعرفون ترك اكثر عشان اللاعب العربي طبعا من السعودية لكن ديد مونستر كثير يتابعون يعني اخبار الاي سبورس ويتابعون رل سي اس والبطلات العالمية يعرفون ديد مونستر بس اللي ما يعرفه ديد مونستر طبعا لاعب قد وصل اعلى شي له بالوان في وان 1714 كنقاط طبعا 1914 مو بشي سهل انك توصله يا سلام هدف جميل من ترك الان 1914 تقريبا توب 5 حاليا يعني لو جينا اخذها حاليا او توب ثري حتى فرقم جدا جدا كبير انك تجيبه بالوان في وان كنقاط يعني كمم ار او ريتنج ترك مو بيوم او مو بجيما هذا غريبة منه الهدف هذا نوعا ما وديد مونستر برضو يلعب كنترولر مو مو سكي بورد بس فيك من ترك نايس نايس شات من ترك قرر انه يروح للشي المضمون اكثر حاول يسوي يعني ممكن باونس دريبل الباور لكن قال بياخذ الففتي ويفوز فيها يعني كل اختصار مثل الصخرة ما شاء الله عليه الان ترك ياخذ استحوالي على الكورو والبوست اللي بالزاوية يا سلام بلوك جميل ديد مونستر يتراجع بسرعة يحاول يلحق على البوست لكن ما معا اي شي يا سلام ترك ومكن نشوف منك كمباك في هذا القيم خمسة وخمسين ثانية متبقية ستة داب مقابل اربعة ترك قاعد يتمسك بامل موجود قاعد يطمح انه يسوي كمباك ريمونت هذا ممكن نشوف رجوع قوي او قلب للطاولة بهذا القيم لكن ديد مونستر يقول لا لا ما فيها ويجيب الادف السابق بعد غلطة يعني غريبة من ترك داخل غير موفق الكورو حاول انه يخرب على ديد مونستر لكن ما قدر 41 ثانية متبقية كيك اوف الان لصالح ترك ممكن هدف كيك اوف قول يا سلام ياخذ البوسري بالزاوية يكمل ضغط على ديد مونستر يا سلام نايس كلير وياخذ البوسري بالنص ديد مونستر يأمن وضع معنو عما يا ساتر متفلت الايطالي 8 اهداف الآن 23 ثانية متبقية وشكله يطمح للرقمين شكله يطمح للرقمين لو جابها عاد بالجيم الاول راح تترك اثر راح تترك يعني اثر سلبي على ترك ممكن معنى اللاعب ما يتأثر ابدا لكن كرقمين يعني لكن ما اتوقع يجيب الرقمين 10 ثواني متبقية فاك منا ترك كلام مع الكور لكم مع بوس فوق العرض الآن يخلص ها ديد مونستر غالبا جي جي الجيم الاول يفوز في ديد مونستر يا ساتر دقيقة تعالوا هنا اصبروا ثواني هنا على البال ما نعدل الجيم اول شي العسماء ممعدلة بعد لها ونعدل بعد النتيجة خلكم معي بس اصبر اصبروا صابروا اصبروا معي وعن جي كان جيم جميل صراحة من الطرفين لكن ديد مونستر بدع اكثر احس ان ديد مونستر اصبروا نتيجة حس الآن لديد مونستر جيم خلنا نعدل اسمها بس بعد اوكي يلا حاولنا القيام قيام الثاني الان ومثل ما اتفقنا القيام الاول لديد مونستر بيكون له اثره الايجابي عليه انه قدر يفوز على ترك ثمانية اهداف مو شي سهل ابدا بس ما اتوقع ترك بيتأثر من هذا الشي لا بتعود يعني على على جو البطولات بس ممكن ما تعود ان يلعب ضد ديد مونستر لعبة شوي جديد عليها يمكن يا سلام نايس من ترك يكملها يا عيني ديد مونستر يرجع يسطولي جدا من ديد مونستر ما شاء الله خلص الكورة الان يا ساتر واو 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 ديد مونستر متفلت بشكل مطبيعي خلص الكورة يفجر ترك ويجيب الهدف الاول كيك اوف الان الثاني بالجام لصالح ترك ياخذ البوستر بالنص ينتظر لمسة ممكن فيك شلنج ديد مونستر يسوي فليك شريع يا ساتر من ترك والله مجنون نايس سيف يا سلام عليه ترك 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 رد قوي منه على طول فأقل من ثلاثين ثانية من الهدف الاول يرد على ديد مونستر بهدف جميل صراحة اربع دقائق ثلاثة ثواني متبقية والنتيجة تعادل تونى بداية الجام يفوز بالكيك اوف ديد مونستر ياخذ البوستر بالنص يروح الكورة يكمل ضغط ممكن يا سلام نايس من ترك يخلص الكورة وهذه سريعة مرتدة ممكن هدف لكن ديد مونستر يخلصها هذه زاوية الصعبة ترك يالله ضيع ممكن يزعر عليها بيرجع لان بسرع عشان يخلص الكورة مرتدة سريعة ديد مونستر يكمل ضغط على ترك ترك الان معه 47 بوست كافي وافي انه يعني حتى يجيب هدف ممكن يجيب مرتدة سريعة وات ديد مونستر 200 اي كيو فيك ترك او مدري اشي سوى بعد باك فريب بالغلط وبعدها اوكي نايس شوت منه هدفين الان قابل هدف كاكاف الان صالح مونستر ياخذ البوستر بالنص ياخذ الكورة ممكن باونس دريبل يا ساتر هوك شوت يا عيني نايس سيف من ترك لكن بيكمل ضغط ديد مونستر بالزاوية صعبا يا سلام واللهي مجنون مجنون اللعب الايطالي اوه بالغلط صحيح تسكب بالغلط صحيح تسكب كنتبه بشوف الهدف مرة ثانية الهدف مقابل هدف الان ترك يفوز بالكيك اوف هذا هل بنشوف رد من ترك في البست اف سيفن الان بينه وبين ديد مونستر نايس تخليصه حلوة من ترك نايس شوت منا باور جميل على الكورة قدر فيها يجيب الهدف الثاني يقلص الفارق بينه وبين اللعب الايطالي ثلاث دقائق الان ثانيتين متبقية كيك اوف صلاح ديد مونستر نشوف لعب ترك الان بدأ يقلب شوف على طول ما يعطي فرصة لديد مونستر لكن ديد مونستر عارف وش ممكن يواجه احس انه مجهز نفسه لترك يوصل اوه نايس ترك قدر يدف ديد مونستر يسوي له بومب ويجيب الهدف الثالث هدف التعادل طريقة جميلة جدا دقيقة نستورب اين ثاني متبقية كيك اوف الان الترك ياخذ البوسلي بالنص يفجر ممكن ديد مونستر يسو وات وات حاول يفجر لكن للأسف الشديد وداه للمرمى وللكورة بعد واستغل الفرصة ديد مونستر بغلطة غريبة من ترك حتى ما ادري اذا هي غلطة من ترك او من اللعبة انه ما تفجر يمكن ماك عن سوبر سونيك الان ديد مونستر لمسة لمستين يخرب على ترك فيها فلك ديد مونستر يخلصها يا سلام من الجدار فيك تشيلنج من ترك يخليها لديد مونستر ها ساعتك طعب اللخمة يا شيخ والله يا انك خوفتني قاعد العب روكت تليق انا قاعد اتابع قاعد اعلق ولا قاعد داخل لعبة روب شكرا والله على الهوست يا عموري يعطيك الف عافية نايس بلوك من ترك ويجيب الهدف الرابع هدف التعذر يا سلام يا سلام شوف كيف قراها قراها عرف انه ديد مونستر بيخش عليه الخشة هذه قدري يقراها ترك الان قاعد يقرا ديد مونستر بشكل اوضح بشكل افضل كيكاف الان لصالح ديد مونستر شوتي على المرمى لكن ضيع الاوبن نايس يا ساتر ديد مونستر مو طبيعي والله شوفوا كيف رجع بالكورة سوي ترن عظيم جدا يا ساتر يلكنترول يا جماعة وحاول يدف ترك بعد يعني حتى ما يقدر يسوي اي شي ترك حتى لو حاول يسيبها ما حيقدر كيكاف الان لصالح ديد مونستر في البريست بقفل التنبيهات معليش يا عمري أزاق يعطيك الفافية شكرا حبيبي الله يعطيك الفافية حبيبي شكرا 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 بقف التنبيهات بس وقت المباريات يا شباب وبعدها بشغلها وأي واحد يسوي اي شي سبسكرايب اي حاجة هوست راح بعد المباراة ان شاء الله بذكر ذي الشي بشكر على الهوست بشكر على القفت وكل حاجة ان شاء الله عشان بس المباراة ما نفقد الحماس فيها يعني خمسة وخمسين ثاني متبقية وترك مولأ ممكن تشوف مننا متبقية ستعداف للطرفين ترك بعز بالكيكاف بالكورة بعد استحواذ عندها ممكن نسوي فلك اوه نايس ريد من دايد ماستر قدر يقرأ الكورة ويخلصها يا عيني هواوي الكنترول مو طبيعي ترك مو طبيعي الريم ونتادة بالقيم قلب النتيجة كيكاف الان نايس كيكاف من دايد مونسور والله مجنون والله مجنون اللعب الايطالي متفلت كيكاف مع ويف داش وهدف التعادل سبع هداف للطرفين ولع القيم الثاني يا جماع ولع القيم الاول فاسوية دايد مونسور القيم الثاني الان يتمنى يبوز في ترك ويجيب التعادل بالنسبة للسلسلة لمسو حلوة يخلص هادي مونسور ترك يكمل ضغط ممكن هدف يحس سلامة تخليصة يعني يحضر بوس لي بالزاوية ووو 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 المتعة كيف يفوز في ترك ساتر ترك يتمنى يا سلوم نايس شوت تيد مونسور يحسنها بالجيم الثاني فليك نوعا ما يعني مو مرة سريع لكن ترك يؤثر وما عرف كيف يصدها جي جي القيم الثاني ديد مونستر يفوس ايضا فيه يا ساتر الوضع مرعب الترك مرعب جدا يا جماعة الخير ديد مونستر حاليا فايز قيمين جي جي والله يا ساتر يا ساتر يا جماعة الخير الوضع مرة ما يطمن لترك جيمين الان لصالح ديد مونستر قابل ولا شي من ترك يمكن يخلص الكرة الان ترك ممكن يسوي في البريست يا سلام نايف من ديد مونستر وهذي ممكن هدف يا عيني والله ديد مونستر مو طبيعي يا جماعة الخير جاي جاهز متحمس وتدرب ديد مونستر ياخذ البوست اللي بالنص والكورة فليب ريسيت لا 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 يا مجنون نايس ريد من ترك قدري خلص الكورة مرتدة سريعة وهدف على الطول ما يعطي اي فرصة لديد مونستر ديد مونستر حاول يسوي بلاي حاول يسوي شي جاب الفليب الظاهر لكن ترك ما عطاه اي فرصة كيكوف الان يفوز فيه ترك ويجيب الهدف الثاني بالكيكوف يعيني يعيني نايس كيكوف من ترك 4 دقائق 23 ثانية يا سلام نايس شوت من مونستر انا ما ادري ايش اللي جاي لترك يا جماعة الخير ابدا مو بلعبة مو بيومة اغلاط دفاعية غير مبررة للأمانة مو بترك اللي يعرفه لكن ديد مونستر هذا اللي يعرفه ديد مونستر مبدع ما شاء الله ليه ما خيب ظني اني اخترت سهيل عب ضد ترك يا سلام نايس من ديد مونستر هدف يا سلام عليك ثلاث هدف مقابل هدفين ترك الان ما لا الا الكيكوف غير كذا ترك او عفوا من ديد مونستر قادر يقرى ديد مونستر قاد يقرى كل حاجة يسويها ترك حرفيا بشكل مطبيعي والله مجنون مجنون هاللاعب يا جماعة الخير كيف كل حاجة قاد يقراها كل هجمة الترك يقراها والاخطاء اللي يسويها ترك يبني عليها هجمات ومرتدات واهداف لاعب صراحة يعني يستحق يكون من الافضل بالعالم انك تستفيد من غلطات خصمك بهذا الشكل وتجيب هذه الاهداف بهالسهولة يا سلام السيف وياخذ البوس بعدري بالزاوية ديد مونستر متفلت بشكل مطبيعي ترك الان يحاول يستغل فرصة واستحواذ حلو من ديد مونستر ترك ترك ما ادري اشي قاعد يصير لها ديد مونستر قاعد يستفيد من ذلك الشي قاعد يوتره بشكل مطبيعي مونستر اوه يفجر ترك وهدف الثالث الان متبقية ثلاث دقائق والفارق بينهم هدف واحد بعد ما قلص الفارق الان ترك عركة جميلة يقدر يفجر ديد مونستر اول مرة ظهر يسويها الان تفجير وهدف بهذه المواجهة في البس تف سبن احنا طبعا الان بالجيم الثالث عزائي المشاهدين سواء على اليوتيوب ولا على تويتش طبعا على اليوتيوب مبث على اليوتيوب مقطع ان شاء الله نايس هوك شوت من ترك مرتدة حلوة وهدف التعادل على هدف الرابع بالمواجهة الحلوة هذه كنترول جميل صراحة من ان ترك دقيقتين ستوار بعين ثاني متبقية كاف الان لصالح ترك ياخذ البوسري بالنص ياخذ الكورة وش ممكن يسوي عنده خيارات كثيرة قدر يقراها ديد مونستر ترك يحاول يخلصها في البريسيت يا سلام حلو الديكافري منه اوه لكن هذي غالبا بتكون هدف ديد مونستر قاعد يلعب على اغلاب ترك يا جماعة والله مجنون مو طبيعي كيف قاعد يلعب على اغلاب ترك حرفيا مو قاعد احس انه يعني يسوي اي شي غير انه وهذا الشي صعب مو سهل ابدا يعني مو قاعد اقول انه شي سهل شي صعب جدا انك تلعب على اغلاب خصمك تنتظر تشوف تحاول تقراد تحاول تشوف اش ممكن يسوي وتسوي عكسه او تسوي شي مضاد له يعني ترك الان ياخذ البوست الي بالزاوية ياخذ الكورة ممكن فيك تشينج من مونستر اوكي يتراجع ما معاه الا 14 بوست نايس بلي جنب ويخلص الكورة خلصها مرة ثانية 50 جميل لترك زاوية صعبة ممكن هدف يا صوت للسيف مو طبيعي ديد مونستر سيف عالمي من ديد مونستر موسيقى يا صوتر موسيقى 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 ما هو الشخص موسيقى مونستر الآن هدف السادس شكرا يا دافوف شكرا شكرا الهوست يعطيكم العافية شكرا على الهوست شكرا على السبسكرايب من أزك وغوث من عموري بعد منورين والله كلكم حياكم والله ديد مونستر الآن يا سلام واو والله مجنون يا جماعة شوف كيف قلبها في ريستايل ديد مونستر جاب السيرينج والفليبري سيت ولا لا ما جاب السيرينج شوت والله مجنون يعني مصعب يا عين الكريتيفت يا منك يا مصعب ديد مونستر متفلت يا جماعة ديد مونستر والله يعني مجنون مجنون يا جماعة ثمانية أهداف الآن مقابل خمسة أهداف فقط الفارق الثلاثة ديد مونستر الآن هدف ستاسع كيكوف شكرا يا دينجر على السبسكرايب أجنبي شكرا يا دافوف دافوف شكرا يا دافوف شكرا على السبسكرايب أعلم شكرا شكرا دينجر على الريساب منوري قلبي هلا والله أرحب أرحب زوان عنك أسل يا ساتر شكرا شكرا نايف شكرا من تركي والله علقها بالزاوية طبعاً هي بس تفسدن يا جماعة الخير نحن حالياً في القيم الثالث 12 هدف من ديد مونستر كم ناوي يجيب شكراً ساحب على اللعبة مو بعذر بس ممكن بس مكلمة عن الشوماتشليز تقريباً أسبوع الحين وقلت لها أنه بجيب ضد ديد مونستر لكن عوافق يعني ممكن باد داي بس يا يال ليش تحطونا ساحب على اللعبة ممكن باد داي يعني أي واحد يعني ممكن يمروا في هذا الشي يجيلك هيوم سيئ الجيم الرابع الحين على وشك أنه يبدأ بصراحة ما عندي أي شي أقوله ولكم نورين جميعاً حياكم الله غير أنه قد لك ترك قد لك والله تحدي مرة صعب بالصدق قد لك للاثنين لكن ثلاثة صفر لديد مونستر حالياً وديد مونستر قاعد يبدأ أكثر أكثر كل جيم يصير أقوى آرق والله مو الطبيعي هل بنشوف كم باك من ترك علو فجر المونستر ترك يعني يسوي أشياء مخاطرة مرة ما أدري ليش نايس بلوك مننا ترك ممكن مرتدة هذه هدف نايس بلوك من ديد مونستر لكن ما زالت عن ترك غريب أضيعها يا ساطر السيف صراحة من ديد مونستر نايس شوت من ترك بعد ما فجر ديد مونستر خلق لنفسه فرصة إنه يجيب الهدف شكرا والله شكرا مرة مصعب اللي قاعد تسوي صراحة أول مرة يعني مو يفكر يسوي شيء زي كده أنا ما قد صراحة فكرت فيها أنه أمر في الشات بس حلو الحركة تحسب لك تحسب لك والله مصعب نايس ديد مونستر يا ساطر يا أخي قاعد يقرأ ترك وكأنه يعني كل يوم يلعب ضده كأن ترك يعني كل يوم يسكرم ضده كأنه متعود مرة يعني مو شيء مو شيء جديد عليه بالمقابل نشوف ترك كأنه أول مرة يلعب يعني ضد ديد مونستر يا ساطر لا 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 ما تسويها يا مجرون ديد مونستر متفلت ولدني يا جماعة يا ساطر الويف دوش والكنترول واو 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 ديد مونستر والله مونستر وأبدا مبدد الله الله ما عليش عصماجة لكن هذا مونستر يا حبيبي والله مبدع مرة مرة مبدع تبيكي كوف تبيها تبيه اللي تبيه ترك مو بيوم على الأسف والديد مونستر مستمتع قاعد يقدم أفضل مستوياته فلك أسطوري جدا من ترك شان يجيب الهدف يكوف الآن أخذ بعضه في سالفة شوي ديد مونستر حجت معاه وترك يستغل غلطتها أخيرا نشوف ديد مونستر يغلط كنت شكلنا فضائي من قوتها وترك يستغل فرصة وغلطة فليكسرية يا سلام نايس شوت من ديد مونستر واو واو هذا آخر جيم إذا فاز فيه ديد مونستر على فكرة عليكم السلام ولكم دحوم ديتين 14 ثانية وخمسة هداف مقابل أربعة ديد مونستر بالمقدمة ما زال ترك يحاول يقلص الفارق والآن شكله بيجيب هدف كيكوف أوكي أوكي برضو تيجي مو مشكلة فيك من ترك شوف بعد الكيكوف ديد مونستر يحسب أنه ترك بيشوتها بزاوية صعبة ترك الآن يجيب التعادل كيكوف في صالح ترك يأخذ البوست اللي بالنص ديد مونستر يكمل ضغط على طول ما يعطي أي فرصة ترك بالفينيك الآن فليك نايس سيف منه لكن ما مع بوست الظاهر زيرو بوست حلوة 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 وجدا ذكية من ترك 200 IQ من ترك شوفوا معاي اللي يسوا يدري الديد مونستر ما مع بوست فقعدي يخرب عليه عشان ما يرجع بشكل سريع وجاب الهدف ترك الآن شكله بدأ يصحصه هل بنشوف كمباك يا جماعة أنا صراحة ودي أشوف أقام أكثر ما ودي ثنتي أربع صفر يعني حتى لو ما بيفوز ترك ودي يشوف أقام أكثر فجر الآن ديد مونستر ترك الآن طويلة شوي طالت معاه شوي حلوة من ترك غالبا هدف يا سلام يا سلام ترك الآن القيمة الأخير تقريبا نجيب الهدف السابق طبعا أقول الأخير إذا فاز ديد مونستر بس مو بالأخير إذا فاز ترك ترك يحتاج عشان يفوز ضد ديد مونستر ثلاثة قيام أو أربع قيام يفوزها وراء بعض بدون أي خسارة وراء بعض يعني هذا القيم وثلاثة كمان غيرها تحدي جدا صعب على ترك لكن مو مستحيل زاوية صعبة أوه ترك يفجل ويأخذ مساحة مفتوحة الآن عندها خيارات جدا كثيرة وش ممكن يسوي نايس شوت من مونستر لكن ترك قدر يقراها يعني ترك الآن ما لست حوال فلك بطيء جدا لكن ما عليها كده يبغاها يا مجنون ترك يعلقها بالزاوية تيد مونستر استعجر بالتدخل للكورة 52 ثانية متبقية ترك الآن متقدم في القيم الثالث أو عفوا الرابع القيم الرابع الآن وترك متقدم الثانية هداف مقابل خمسة بلوك جميل من ترك مونستر يأخذ البوس والكورة من الجدار يا سلام ممكن في البرسيت جميل جدا من مونستر ترك حاول يقراها لكن ما توقعها توقع في البرسيت تظاهر حاجة زي كذا جاء من السيلينج حاول انه يسوي بريد جامب وحاجة زي كذا من السيلينج لكن ما قدر كيكاف الآن لصالح ديد مونستر هل بنشوف كمباك يا ساتر نايس سيف من ترك ديد مونستر ما يبغى يعطي اي فرصة شنية ثانية متبقية يحاول يجيب الكمباك في اقرب وقت يا ساتر ترك يا مجلون هدف ولا بالخيال هدف البرسيت يا الله عليك يا واش ديد مونستر يحاول لكن خلاص جي 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 يا ساتر يا ساتر يا ساتر الجام الرابع ينتهي واخيرا لترك يفوز فيه الآن مندخل على الجام الخامس خلنا نعدل المتيجة بس اوكي يلا لاتس جو على طول على طول ما عند الانتظار احنا جاهزين جاهزين ديد مونستر طبعا فايز ثلاثة قيام ترك فايز جيم واحد الان اذا 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 ديد مونستر فاز هذا القيام الرابع رح يحسمها ويفوز بالشو ماتش اذا ترك اذا ترك هو اللي فاز برضو عنده ترك لازم يفوز اذا تركت اربع قيام يا جماعة الخير اوكي ترك لازم يفوز اوكي دقيقة شفيني ما غيرت الشاشة اوكي يلا الان ديد مونستر مع الكورو الاستحواذ يا السلام نايس شوت من مونستر يبدأها قوية هدف جميل اصراحة مننا باول ثلاثين ثانية تقريبا كيكوف الان ديد مونستر يوديها للبوسلي بالنص ترك ترك ما يعطي اي فرصة يا ساتر جدن جميلة من ترك شوف كيف الويف داش ما يحتاج بوست حتى اخذ البادز الظاهر اللي بالبداية وكمل عليها ترك الان حدف الثاني يوسع الفارق بينه وبين ديد مونستر بالجيم الخامس هل بنشوف كامباك هل بنشوف ريمون تادا ريمون تادا من ثلاثة صفر الى اربع ثلاثة بتكون شي فوق الخيال فوق الوصف ديد مونستر الان يحاول يستحبذ على الكورة لكن ترك يقفل عليه تحاول يرجع بسرعة ديد مونستر من الجدار تحاول يكون اسرع لكن ترك يخلصها ويف داش يا سلام يوديها للزاوية غالبا ياخذ البوست ديد مونستر يكمل ضغط ما يعطي اي فرصة يا سلام حلوة من ديد مونستر وهدف التعادل الان يعيني يعيني ثلاثة دقائق واثنونة واربعين ثانية متبقية كيكاوف الان لصالح ترك فلك يخلصها ديد مونستر فلك سريع يا عيني كلوس ون من ترك كانت بتكون هدف ديد مونستر الان مع الكورة يعدي ترك هدف 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 يا عيني يا عيني يا عيني حلوة 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 وجنيلة جدا من ديد مونستر كيف عدب ترك ثلاثة دقائق 16 ثانية متبقية تيكاوف الصالح ديد مونستر مع الكورة فلك خلصها ترك من الزاوية كأنها سوالة بس لكن والله ترك والله يخوف شوي أخذ البوسر في الزاوية ديد مونستر يكمل استحوال للكورة طيران يا عيني الطيران ممكن في بريسيت يا مجنون يا ديد مونستر يا سطورة والله مجنون هذا اللاعب من ديد مونستر هدف ولا أروع منه في بريسيت وهدف جميل جدا يا الساتر وش ممكن تسوي ضد هذا اللاعب كيف ممكن تلعب ضده قال بلون في بون فريسيت ترك الآن يبورد سريع على طول ويف داش والله كلوس ون والله فيكها لتدد مونستر لكن أوه كلوس ون كانت تكون هدف لو ما تفجر المونستر اللي أنا ما يأخذ البوس على طول على المرمى حلوة منه حلوة منه 200 IQ عشان ترك كان متقدم لكن قدر يرجع بلوقت المناسب حاولي بلك هذي هدف غالبا يا سلام حلوة من ترك حلوة من ترك هدف جميل ثلاثة أو دقيقتين متبقية أربع هدف مقابل ثلاثة ترك يحاول يسوي حاول يقلص الفارق بينه وبين ديد مونستر بنش جميل جدا من ديد مونستر نايس شوت لكن سهل على ديد مونستر أن يقراها أوه أوه ديد مونستر 200 IQ مننا خلّة ترك يروح للبوست وأنفرد بالكورة مو بطبيعي مو بطبيعي ذكاة ما شاء الله ليل دقيقة واربع واربعين ثانية متبقية كيك أوف الآن صالح ديد مونستر هل بيجيب هدف كيك أوف جاب العيد جاب العيد فيها ويستغل لها ترك هدف الرابع الآن ويقلص الفارق بينه وبين ديد مونستر ديد مونستر الآن أسرع يا عيني حلو من ترك سريع جدا يحاول يكمل ضغط لكن ترك قدر يخلص الكورة مونستر ضغط ضغط مستمر على ترك يبغي يفجر بعد لا قدر يخلصها ترك لكن الضغط مازال مستمر طيران الآن ترك يا سوتر لا من ترك والله مو طبيعي لو جاءت هدف واحدة خمسة ثانية متبقي ستة داف مقابل أربعة يكوف الآن لصالح ترك ياخذ البوسر بالزاوية والكورة قالبا هدف يا عيني تخلص الفارق مرة أخرى يا الله كأن سباق بينهم كأن سباق بينهم وديد مونستر هو العداء الأسرع وترك يجري وراه حرفيا لهذا اللي قاعد يسترك الماي ديد مونستر يتقدم هو أسرع ترك يرجع يجيبه هل بنشوف كمباك هل بنشوف تعادل هل بنشوف هدف يا سوتر ترك 200 IQ مننا شوف لاحظ معايا اللمسة الثانية هي كارت أهم لمسة قدر فيها يكون أسرع من ديد مونستر 32 ثانية متبقية مين يترا بيحسمها بالقيم الخامس وحتمان يكون الأخير ديد مونستر ولا ترك ترك ولا ديد مونستر إذا فاز ديد مونستر بيحسمها وإذا فاز ترك يا سوتر البنش كلوس لكن سهل على ديد مونستر يا سوتر يا عيني ترك يجيب الأدف السابع يوسع الفارق وأخيرا نشوف ترك بالمقدمة أخيرا ترك يعدي ديد مونستر بالنتيجة 11 ثانية متبقية مين يترا بيحسمها ترك ولا ديد مونستر ديد مونستر ولا ترك مين يترا ديد مونستر يفوز الكيكوف ولا لا يا سلام يأخذ البوست يروح للألاطون يبقى يكمل الضغط ما يبقى يعطي أي فرصة لا يتراجع لأن يأخذ البوست اللي بالنص 4 ثوانية متبقية ترك يبقى يضيع وقت خلاص يبقى يفوز بالجيم الخامس يا سلام جي جي الجيم الخامس ولت يا حبيبي ولت يا سوتر بعد ما توقعنا أن كل شيء أنتهى توقعنا أن كل شيء خلاص أنتهى لصالح ديد مونستر ثلاثة مباريات مقابل لشي ترك تركي يسوي كمباك تاريخي الآن في فوز جيمين خلنا نعدل بس النتيجة واو 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 ثلاثة الآن مباريات مقابل مبارتين أو جيمين لترك ديد مونستر يفصل عن الفوز وإنه يكون بطل هذا الشوماتش جيم واحد فقط بينما ترك يحتاج أن يفوز الجيمين الجاية يا ساتر صراحة يعني ما أدري إش أقول عرفيا لا تعليق أترك التعليق لكم إنتوا بالشات لا تنسون تصوتون فيه رهان النتيجة فوق الجيم السادس راح يكون هذا كيكوف الآن لصرح ديد مونستر فرض تعدلت عندكم النتيجة فلك سريع من ديد مونستر يسوي بومب لترك لكن ما قدر قراها بشكل جميل ترك الآن يصل من ترك واو ترك مو طبيعي وكأن ترك صح صح وكأن الوحش اللي داخل ترك المونستر اللي داخل ترك كأنه صح صح والآن بنشوف ترك على هيئة الكاملة على هيئة الأفضل بعكس أول ثلاثة قيام كان ما نحس أنه ترك أما حاليا نشوف ترك هدف جميل من مونستر فيك أسطولي مننا مونستر رد سريع في أول ثلاثين ثانية نشوف هدفين من الطرفين يا زاتر يا المتعة اللي بغير في كم النتيجة نتيجة السلسلة يكتب تعجب سيريز ولو تخليها مصعب تعجب س عشان تكون أسرع للناس تعجب س اختصار سيريز أو تضيف نفس الكوماند لكن يكون لها فهمت عشان ما يقعدون يكتبون أنا أدري الناس فيهم كسل يعني بدل ما يكتب تعجب سيريز بيسألك يقول كاما النتيجة فأنت خلت تعجب س عشان ما يقعد يسأل بدل ما يقول كاما النتيجة يكتب تعجب إس علي أضبطكم يا الكسالة أنا أعرف أعرف جوكم حلوة من تركي فجر يخلق لمساحة الآن باونس دريبل ممكن باونس شوت يوتلوم من ديد مونستر لكن في ضغط مستمر ديد مونستر يخلصها عنده زيرو بوست ما معه ما معه أي شي ودف يوز زيرو مونستر يكمل ضغط على طول ما يعطي أي فرصة تركي أخذ البوس يفوز بالففتي طالت شويتين عليه يدف ديد مونستر يا سلام تركي يجيب الهدف الثاني الآن حلو حلو البومب بومب كان جميل صراحة من ترك على ديد مونستر في كوفة الآن لصالح ديد مونستر يعاني أوه من ترك توقعت أنه سيفها بالهاف توقعت أنه سيفها بالهاف لب يا جماعة ثلاث ثلاث دقائق متبقية هدفين للطرفين طيران من ترك الآن فليب ريسيت الأول أنا قالبها فريستايل تعليق فريستايل أول بعد أوه هذي هدف يا سلام نايس من ترك حلو حلو جاب الفليب الظاهر لا بس همشي لنا بلك همشي لنا بلك ديد مونستر والزاوية كانت صعبة وجاب الهدف دقيقتين 51 ثانية متبقية ثلاث هدف مقابل هدفين ترك مولع بالشو ماتش مونستر بدأ بداية جدا قوية لكن حاليا مدري وين أختفع أو وين راح يا سلام حلو من ديد مونستر لو بيكملها زاوية صعبة أنه يجيب هدف بس ممكن نايس شوت بلاك المونستر صد الكورة ترك ممكن يترن سريع ترك يخلصها ترك يا سوت الرزاوية أو كانت والله بتكون هدف كادت أن تكون ترك يتراجع يأخذ الكورة ولا استحواذ ديد مونستر ما أطلع للبوست ترك فوق السيارة الكورة لكن يقف عليه ديد مونستر يكملها ممكن هدف فوق الأرض نايس ريكوفري من ترك يا مجنون ترك مطبيع يا جماعة الخير شوفوا معاي كيف الريكوفري ولا أسرع من جو المرمى ريمون تادة أسطورية من ترك دقيقتين متبقية ديد مونستر الآن يعاني ضد ترك قاعد يقول كيف أنهل شو ماش ضد هذا اللاعب وش أسوي ضد هذا اللاعب هذا اللاعب قاعد يقدم مستوى عالمي يا جماعة الثنين والله قاعد يقدم مستوى عالمي ما شاء الله عليهم ترك من السعودية وديد مونستر من إيطاليا لاعب لاعب رل سي اس لاعب رانك اس بعد أعلى لذل بالسكس مانز وكذلك ترك رانك اس وإن شاء الله نشوفه يوم من الأيام إذا سمحوا بالمدريس نشوف ترك لاعب رل سي اس ضيح قدام المرمى مرتذة سريعة يوديها للزاوية نايس بلوك من ديد مونستر ترك يوديها للزاوية يأخذ البوست ديد مونستر عنده فرصة الآن جميلة جدا وش ممكن يسوي خيارات مفتوحة يا سلوم سيف من ترك أو سطوري ولو التفجير يخرق لنفسه مساحة الآن وصنع له فرصة جميلة وكبيرة جدا خلنشوف ممكن يسوي على طول ما ينتظر يا سوتر ترك يا مترون يا ترك ديد مونستر استعجل استعجل مرة وترك شاف الفرصة شاف المساحة شاف الهدف أمامه وجاب الهدف دقيقة و ثانيتين متبقية وترك متقدم فارق أربع هداف ستة هداف مقابل هدفين ديد مونستر يفكر شو ممكن يسوي ضد هذا اللعب ترك يوسع الفارق أكثر وأكثر ترك مش أعلل ترك مصح صحي أجماعة بدأ الشو ماتش بشكل غير موفق لكن الآن قاعد يعوض قاعد يقدم مستوى أكبر بكثير بكثير قاعدين يمتعونها والله اثنينهم نايس بلوكة من ديد مونستر الآن بنصف الملعب ترك يخلصها يكمل ضغط ما يعطي فرصة يا سلام يا ترك نايس نايس ريد من ترك قدري يقراها من الجدار حاول ديد مونستر إنه يخلصها لكن ترك كان أفضل بالقراية الكرة هذه يا ساتر أتفقوا أنهم يضيعون وقت يعني يمدي ترك الظاهر يجيب رقبين مثل الظاهر خلاص يعني ما يبوني يزيدون الوقت الزيادة روح رياضية روح رياضية خلاص يعني ديد مونستر مستوعب إنه ما عدي يرجع بالقيم جي جي صراحة واو واو يا القيم واو يا القيم لاست يا الله أنا صراحة ما عندي أي تحليق آخر جيم يا جماعة آخر جيم بيست اف سيفن بدل صالح ديد مونستر فهز ثلاثة قيام وربع ترك يرد ثلاثة قيام يا الله لا تعليق صراحة نترك التعليق في المباراة نترك التعليق في المباراة جيم سيفن مين بيحسمها يا ترى ديد مونستر ولا ترك ترك ولا ديد مونستر ونقول بسم الله الرحمن الرحيم القيم السابع والأخير القيم الحاسم القيم الفاصل ديد مونستر ضد ترك بعد ستة قيام ولا أروى ستة قيام ولا أقوى ستة قيام ولا أحسن من الطرفين ديد مونستر بدأها بثلاثة مباريات وراء بعض فوز ساحق وعلى طول ترك يرد عليه بعد الثلاثة قيام هذه بثلاثة قيام فوز ساحق بعد قبل شي فايز بثمانية هداف وكان يمدي على الرقمين والآن نشوف القيم الأخير في البست اوف سيفن ديد مونستر يبدأها بداية قوية في أول ثلاثين ثانية ديد مونستر يجيب الهدف بعد صراق قوي بين الطرفين على الكورة 4 دقائق ونص متبقي الآن وهدف مقابل لشي تونه في البداية تونه يا ولد ترك الآن مع الكورة لكن يقراها ديد مونستر بسهولة ويخلص يا سلوم وكأننا نشوف وكأننا نشوف سيناريو القيم الأول والقيم الثاني لما ديد مونستر كان يقرأ كل حركات ترك كل تدخلات ترك كل الأشياء اللي قاعد يسوية هل بيتكرر السيناريو ولا بينوع ترك الآن بلا مساعتها ترك الآن سيلينج يا ساتر هذي جدا ملعبة يا مجرون جاءت من ترك يا الله يا الله يا الله مو طبيعي هذا اللعب مو طبيعي هذا اللعب فيك الديد مونستر هدفين الآن مقابل هدف ديد مونستر يفوز بالكيكوف لا ترك يروح للبوستري بالنص يروح للكورة ديد مونستر يتراجع يلتقط أنفاسا نوعا ما ترك الآن فليكسري جميل جدا من ترك وعلق ها في المرمى هدف التعادل الآن أمامكم ديد مونستر استاجل بالتدخل هاول يخلصها لكن ترك كان أسرع بالفليك كيكوف الآن صالح مين يا تورا اللي يفوز بالكيكوف يفوز تقريبا يعني بفرصة ومساحة كبيرة ترك الآن عنده فول بوست وعنده الكورة هذي ممكن هدف مونستر حاول يسيفها لكن شعرة وحدة كانت هي اللي تفصل بينه وبين السيف لكن للأسف دخلت هدف على مرمى ثلاث هدف الآن مقابل هدفين ترك يرجع بالمقدمة أو نشوف الآن ترك بالمقدمة للمرعولة بالجيم الأخير ترك الآن فليك جميل منه ديد مونستر يخلصها بعد سيف أروع منه شوف كيف يتصارعون شوف كيف تحس اثنين عمالقة اثنين أساطير اثنين يعني لاعبين من العيارة الثقيل أسماء جدا جدا كبيرة أسماء جدا قوية قلين تصارعون أمامكم بالملعب حرفيا قلبيناها يا حبيبي حرب في الأرضية الملعب نايس بلوك من ترك لأكين تد مونستر معاهم ومخليه ديد مونستر يتصيد غلطات ترك وهدف جميل منه حاول ترك ان يتراجع لكن مونستر هو الأفضل في هذا التدخل في هذا التدخل دقيقة تنسعة خمسين ثانية متبقية نص المباراة تقريبا الآن مر ترك الآن مع الكورة ممكن فليك سريع بلوك ولا بيخليها فيك تشالنج ديد مونستر مع بوس كافي وافي ان يجيب هدف الآن ترك يخلصها لكن يخلص بالمرمى سريع منه ديد مونستر كمل ضغط نايس شوت منه لكن سيف بعد جميل من ترك يكمل ضغط الآن ديد مونستر يا ساتر شو بكال يلعبون كأنهم يلعبون شطرنج كمية الذكاء وال200 IQ اللي ممكن تشوفونها بينها الطرفين اللي قاعدين نشوفها من القيم الأول يلعبون بذكاء عالي جدا ترك الآن بالزاوية البعيد احترام السيف وات السيف من ديد مونستر ترك الآن من الجدار طيران يا ساتر لكن ديد مونستر يقراه ويخلصها ديد مونستر الآن مع الكورة دريبل جميل جدا وهتف الرابع ويرجع بالمقدمة ديد مونستر ديد مونستر يوسع الفارق مرة أخرى بينه وبين ترك دقيقة 58 ثانية متبقية يا ساتر جيم أخير مولى جيم ناري ترك الآن يفوس بالكيك اوف ياخذ الكورة بلوك جميل من ديد مونستر في الرابع شبه كيف ما تراجع ما أعطي فرصة ما أعطى فرصة للديد مونستر أنه يترفس حتى الله طلخش على الكورة وهدف علقها بالزاوية البعيدة دقيقة 39 ثانية متبقية خمسة هدف مقابل أربعة كيك ها فران لصالح ديد مونستر اثنين من أفضل اللعبين بالعالم في 1v1 ترك الآن ممكن في لك يا ساتر الفيك لا 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 مو طبيعي ترك الفيك الاسطوري يا ساتر خمسة هداف للطرفين دقيقة 26 ثانية متبقية ترك ولا ديد مونستر مين بيحسمها ديد مونستر الآن ممكن يعلق بالزاوية البعيدة يا ساتر لكن كانت شوي بعيدة وطالت شويتين ديد مونستر يخلص الكورة الآن بسرعة ممكن هدف مرتدة سريعة الكورة بطيئة يا سلام ديد مونستر قدر يجيبها دقيقة 6 ثوانية متبقية القيم السابع والأخير القيم الفاصل القيم الحاسم المباراة المنتظرة ترك ضد ديد مونستر مين بيحسمها يا ترا ترك ولا ديد مونستر فلك سريع الآن من ترك ممكن هدف يا سلام الهدف السادس الهدف السادس من ترك هدف التعادل من ترك يا الله يا ترك قاعد يعطي أمل وديد مونستر قاعد يروح من العمل نوع ما بهدف تعادل جميل من ترك هل بنشوف أوبر تايم ولا في أحد بيحسمها قبل أوبر تايم 50 ثانية تقريبا متبقية مونستر ينتظر الكورة تهبط يا سلام فيك بلوك من ترك يخلصها ديد مونستر على أن يوديها للنص ياخذ البوسر بالنص ترك طيران ممكن دبل لا ما يبغي خاطر في آخر الثواني من المباراة حلو منه خطير على مرور من ديد مونستر 30 ثانية متبقية من بيحسمها يا ترا الكل على العصاب الآن أنا والمشاهدين واللعبين كذلك يا الله المتعلق أنشوف أمامنا يا ساتر من ديد مونستر يخلصها الآن يا الله 10 ثانية متبقية 13 ثانية فليك ممكن ديد مونستر أخذ فرصة يا ساتر من ترك 5 ثوانية متبقية يخلصها ترك هذه ممكن هدف يفجر ديد مونستر يا الله ديد مونستر رجع يا الله يا الله على الثانية صفر على الثانية صفر ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اشتركوا في القناة